اشتركوا في القناة سهرة أخرى من برنامج ملاعبنا تتزامن مع اختام مواجهات الجولة الرابعة رابعة عشر عفوا لدوري الخليج العربي المحترفين بعدها إقامة ست مباريات على مدار يومين والحديث أكثر عن تلك المواجهات وما تحملهم في جعبتنا لحلقة اليوم سيكون معي في الاستوديو كل من السادة أحمد خليفة وحماد وبخي تساعد وعصام عبدالله حياك الله أبو خليفة لو سهلا وثاني وعبدالله مساء الخير حياكم الله كالعادة أحبائي الكرام فاصل قصير نعود إليكم في عناوين حلقة هذا المساء الشباب الأهلي يحافظ على فارق الثمان نقاط مجددا مع أقرب ملاحقي وخور فكان يعمق جراح حامل اللقب ويحقق أول فوز له في الدوري وهي أبرز مواضعنا لحلقة اليوم بالإضافة إلى موضوع آخر وهو توقفات البطولات المحلية وبالخصوص دوري الخليج العربي وصل شباب الأهلي عزفه منفردا وفاز على ضيفه حتى بهدف نظيف بعد المباراة التي جمعت الفريقين على أستاذ راشد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي اليوم هدف فرسان جاء في الدقيقة ثلاثين عن طريق فيدريكو كارتبيا وليرفع الفريق رصيده إلى خمس ثلاثين نقطة في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد حتى عند ثمان نقاط ويحتل المركز الثالث عشر اللي يصير إن شاء الله ينعكس إن شاء الله على النفيق إن شاء الله بالنتائج الإيجابية ونعتبر بنا نحن بداية إن شاء الله بداية طيبة وعلى ملعبنا خسرنا في بداية الدور الأول ثلاثة الصفر من شاب الأهلي ومتصدر وحاليا الأهلي يتوهج بالنتائج وبالفوز وبالصدارة فأنا مقبولة لا أقدر في مقبولة الخسارة ولكن يعني واحد الصفر على ملعبهم تعطينا أمل ودافع أكبر إن شاء الله يبدأ دورينا ونتائجنا الإيجابية إن شاء الله من السبوع الثاني مفروض نتلعب تعادل اليوم بكلام أنا ما قصر اليوم لعبنا لعب سبحان الله توافيق الفريق هذاك يلعب أنت تلعب هذاك يسجل سبحان الله أنا أقول لك يبالنا وقت شوية وعندنا مباريات مهمة في ملعبنا خاصة نحين الخور بيك تشلبة بيك فجيرة بأي طريقة لازم نأخذهم لأن نفس المستوى نفس اللفل إذا تفوز على هيلة أنا أقول لك تضمن بقاء في دوري المحترفين أنا أقول لك يبالنا حظ شوية غيرت المحترفين غيرت اللاعبة غيرت وعيد أمور وأنت أكثر فريق تمشي كرة حظ يبالنا حظ نسجل أو نطلع بفوز أنا أقول لك تفتحوا يا أنا أول شيء نحن نقول الحمد لله عن نتيجة نتيجة وايد مهمة بنسبالنا في الوقت الحالي بحكم أننا حصولنا على ثلاث نقاط لكن أعتقد الأداء أوقات يمكن اليوم ما ارتقى بالمستوى المطلوب من قبلنا لكن من قبل الفريق حتى أعتقد أنه قد مبارا طيبة ونبارك له من الأداء لكن نحن نعترف أن أداءنا ما كان بصورة طيبة إن شاء الله نوعد في المستقبل إن شاء الله المباريات القادمة أن الفريق يظهر بصورة طيبة أنا يعني لو تلاحظ أن معظم الأندية عندها إصابات لكن الكل يتكلم عن الإصابات لأن يوم فريقي أنا يغيب عنه لاعب أو لاعبين أو ثلاثة أو أربعة أو وصلت لمرحلة عشر لعيبة الكل ما يعذره وهذا شي طبيعي يعني بالنسبة لنا احنا في بعض الأوقات عملية الانسجام مطلوبة في عملية أنك ثبات التشكيل أوقات المدرب ما يقدر يثبت تشكيل بحكم الإصابات اللي موجودة فأوقات يصير خلل في عملية الأداء لكن نحن مبخايفين على الفريق بالنسبة لنا كل الأمور ستكون واضحة قبل البطولة بشكل كبير أيضا قد تكون هناك فيه انتدابات فيه خروج بعض اللعيبة لكن الحمد لله عموما النادي أعتقد الأخوان أيضا الموجودين في سواء الشركة أو إدارة النادي أعتقد حاطين هذه الأمور في نصب أعينها وإن شاء الله خلال الأيام القادمة راح تسبع أخبار طيب إن شاء الله أشكر أخواني على المجهود اللي قدموا اليوم يمكن الرتم نزل وايد في مبارة اليوم الفريق قاعد يحس بتعب نتيجة ضغط المباريات في الشهر الماضي يمكن تكون فريق يلعب فيه كل ثلاث أيام أربع أيام مبارا حتى بلغنا هاي كاسة صلاة واليوم طبعا بعد عندنا ضغط المباريات لعساب كاس آسيا يمكن هذا السبب راح نحاول أن نستعيد توازن الفريق ومستوى الفريق خاصة في المرحلة القادمة لأن المرحلة القادمة تكون أصعب وأصعب خاصة راح نجاب الفرق يعني يمكن تجيله في دورينا طيب تعليقك أنا تجي تنبارات حتى والأهلي وخليفة بسم الله الرحمن الرحيم أول مباراة في الدور الثاني بعد ما بنت هذا الدور الأول وفارق ثمان نقاط بين الأهلي وأقرب ملاحقي الجميع ينتظر حين تعثر الأهلي وهذا أعتقد أن يحط الفريق تحت نوع من الضغط وخاصة يعني المباريات هذه التي تلعب على فترتين دائما الذي يلعب في الفترة الثانية يكون عارف ما هي نتيجة المنافسين في الفترة الأولى وهي نحن نعرف التوازنات التي تكون فيها متى الفريق يكون في حسن حالاته كيف يستفيد من نتيجة الخصمة وكيف يستفيد من الأمور هذه ويمكن هذه النتيجة أكست على الشارجة خلت الشارجة ينزل مشدود لأن الأهلي فاز في المباراة الثانية نتكلم عنها بعدين لكن أعتقد أن الأهلي اليوم لم يظهر بالشكل لأن الناس اليوم حطت مباراة الشارجة والأهلي كمقياس لمستوى الأهلي ومقياس لمستوى الشارجة وفي الأساس حتى الشارجة اليوم كانت تقارن بالأداءة في مباراة الأهلي فالنباراة هذه كانت من الثانيين متصدرين الشارجة كان مستعد لها استعداد صحيح استعداد طويل الأهلي كان في أفضل حالات الفريقين قدموا مباراة كبيرة ومباراة جميلة والناس كلها استمتعت به بعد الأنباراة هذه اليوم كل الناس تنتظر أن الفريقين يقدم بنفس المستوى وطبعا لا أعتقد أن نحن في دورينا ولعبتنا أن نحن قادرين نأدي بكل المباراة بالشكل بالرتم العالي الذي رأينا طبعا الاختلاف المنافسين واختلاف طريقة اللعب واختلافها وحتى الوقت أعتقد أن نرى الفترة الأولى هذه اللاعبين من زمن لم يلعبوا قبل صلاة المغرب صحيح واليوم هذه أول جولة نلعب فيها شوط قبل صلاة المغرب هذه حتى أمور تأثر على اللاعبين وعلى دخولهم في جو المباريات دائما ترى المباريات اللاعبين نفسيا والتدريبات دائما كانت بعد صلاة المغرب في فترة مسائية فتلاحظ فاليوم نرجع للمباراة هذه اللاعبين كان يبغي منها الفوز هدف واحد كان كافي اعترافهم من مستواهم لم يكن جيدا هل سبب المباراة السابقة شوف قد يكون سبب لكن اليوم اللاعبين قد مباراة مستوى عالي العين وقدم باراة من نصر وقدم باراة الشارجة من الطبيعي أنه يجب أن يتعامل باراة لأنه سيصير فيها لأنه لا يستطيع يمشي على هذا الرقم إجهاد طبيعي اليوم هذين اللاعبين وبشر نحن نعرف طبيعة اللاعبين وكيف يتعامل معه المهم أنه كان يريح نفسه أن يفوز ثلاث نقاط بس طبعا كما أرجع وقلوك الناس تنتظر الأداء من الفريق وتنتظر الشكل الشيء الذي إيجابي في فريق الأهلي في الفترة الأخيرة هو كارتي بياه اللاعب هذا الذي برز بشكل كبير تدام من مباراة العين وأصبح رئة الأهلي الذي يتحرك منها ويتنفس منها الأهلي وهو اللاعب الذي رأي في مباراة الشارجة ومباراة العين ومباراة النصر ومباراة اليوم أنه عنده حلول ومهارات فردية يعني لما يختفي الفريق يظهره بمهارات الفردية ويحقق بالفوز حتى ما كان سيء حتى بك سئ بس حتى إلي متى الأداء أداء بدون نتيجة أحباط أحباط طبعا حتى عدنان حسين قال لك نحتاج شوية حظ نحن نحن محتاج نحن 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 حتى كل الناس تتفق أن قدم كرة تقدم لكن لاحظتنا اليوم أن هم اللاعبين الثلاثين الذين دخلوا في التشكيل اللاعبين الأجانب وهو نيلتون وصاميلا روزا لا أعتقد أنهم جاهزين يلاعبون المباراة كان مبين جدا يمكن صاميلا غاب المباراة طافت أمام الوحدة لأنه مصاب وعن تدريبات من فترة ينتج الدوري البرازيلي في مرحلة توقف ويمكن تصار لفترة ما لعب تحس بهم أنهم مجهزين وهذا مأثر على أداء الفريق حتى في آخر أن المدرب سحبه منازل اللاعبين ثاني من مواطنين مكانهم وكان حتى ممكن في أي وقت يسجل اليوم الأهلي المرة الثانية المدرب يسحب اللاعبين الارتكاز يسحب حسن ويسحب عيد على أساس أنه يزيد ونزل مادد حسن أول مبارا لم نحسب مادد حسن رجع عشر دقائق في بداية الموسم ولكن غايب من الموسم الماضي رجع عشر دقائق ونصاب ورجع اليوم لا يستطيع يتحمل أن يشل الارتكاز بنفسه اللاعب غايب فترة فترة وكانت هجمات حتى من بعد خروج الثانية هجمات حتى من وسط الملعب كانوا كلهم فرادات وليس أسباب المعاقة المغامرة المدرب مغامرة في مباراة الشارجة وغامرة اليوم وليوم كان كل هجمات حتى كانت خطرة في آخر المباراة وكانوا ممكن يسجلون هدف التعادل في أي وقت حتى مايد بروح أصرح قال أنا مجهز للمباريات أربع شهور قال أنا غايب عن المشاركات الفعلية في الإمباريات الرسمية وأنا مجهز الجهوزية الكتام من يدي مثلا إمباريات قوية مثل هذه خاصة دوري الخليج الإماراتي قوي جدا خاصة في الوقت مثل ما تفضل أبو عبدالله زادت الحدة بالنسبة للمنافسين بدأت الفرق تستشعر أنا جربت الأمتار الأخيرة بدأت فرق تركز أكثر حتى الإمباراة اليوم 1-0 يعني كان صعوبة صعوبة لا نحن لا نقول مستونا شباب الأهلين كان سيء لكن الفرق بدأت تتحثن الفرق بدأت تأخذ منح المنافسة وتستشعر بخطورة الوضع بالنسبة للفرق المخخرة والاستشعر بالمنافسة بالنسبة للفرق التي تبغي تلحق ركب بالكثير من اللاعبة لا نتكلم سحب لعبة الوسط يمكن هذا خطأ فني أو خطأ تخديقي لا نتكلم من خطأ فني بس نتكلم أنه حتى كان ممكن يسجل في أي وقت لأن منطقة هذه أصبحت خالية كان الأهلي مسيطر عليها رغم أن ترى هدف ست لعبي من ثلاثة من الأهلي رغم هذا دقة التمريرة هي التي استفاد على الطائر سجل سد يوسف تابر العسيين هذا نقل كأن كارتيبيا أصبح أضافة كبيرة في فريق الأهلي وفارض نفسه بقوة في التشكيل وهذا من المكاسب من المكاسب التي في الفترة الأخيرة طيب الأهم شيء بخيط مثل ما قال أبو أحمد 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 أبو أحمد 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 نعم ما قال نعترف أن المستوى منخفض لكن أنت في الفترة هذه لا تفكر في المستوى والأفغير الله استراث نقاط وانتظر خصومك واليوم واحد من الخصوم سقط يعني هذه أول الأوراق التي سقطت من المنافسة الشارجة تقريبا في الباي باي في موضوع المنافسة لأن مطلوب منك بعدين أن كنت تفوز وغيرك يخسروا هذه معادلة غير صعبة مضمونة ثلاث نقاط هي أهم المكاسب وخل باجي العناوين على صوب بسم الله الرحمن طبعا اليوم بالنسبة فوز فريق شباب الاهلي هذا الفوز كان مسلم في أن يفوز الفريق لكن طريقة الفوز أو الأداء هالأمور أنا بالنسبة لي كفريق مصدر ومنافس وما أخذ زمام الأمور فما تمني الطريقة في الوقت الحالي أنا ألعب بالأوراق الموجود عندي عندي الكثير من الأمور النواحي الإيجابية الجاهزين يعني ورجوع ماجد حسن اليوم في مباراة مثل هذه والزج في مباراة مثل هذه التي مباراة فريق حتى وفريق حتى من الفرق القوية من ناحية الامتلاك الكرة من ناحية التبرير فريق يعني الزج ماجد حسن وفريق شباب الليل عنده أكثر من لاعب في كذا مركز هذا شيء إيجابي ولو سمعت حمد دون تصريح أبو أحمد قال احنا عندنا كثير من الامور اللي ما يلاحظون الناس في عندنا غيابات في عندنا لعيبة راحة للخدمة عندنا إصابات ولكن احنا فوق هذا ما حد يعذرنا ما يعذرونهم قال وصلت عمنا عسر غيابات ومع ذلك ما يعذرون وبالفعل ما يعذرونهم لأن الفريق انت ما تلاحظ هذا لأن الفريق مدام كان يغير دائما هالتغييرات مثل ما تفضل بخليفة عنده تغييرات كثيرة وعند عدم استغرار مثلا في التشكيلة فهذا الموضوع ما يأثر عليه دام هو نتاج إيجابية وهذا يمكن الكثير يشيدون به نتاج إيجابية ولكن في بعض الناس لهم النقاد وغير لديهم وجهة نظر ثاني كثرة التغيير في الفريق يعني في عند غيابات في عند إصابات في عند الكثير من المور اللي يتحدث شواب الأهلي يزج بالنجوم يزج بالعناصر اللي يتغطي لأماكن كلها والدليل أنه مستغلين في وجود اللاعب الأسيوي يعني هاي فرصة المقيم المقيم والأسيوي المقيم يعني المقيم المقيم ويلعبون لأن المواطنين الموجودين وكما اللاعب الموجودين سادين هذه الثغرة بشكل إيجابي جدا فبالتالي طبعا وجود نقطة 35 هذا يمكن ما في ضغط عليه حاليا فريق شباب الأهلي 35 نقطة أقرب المنافسين لفرق بينه ثمان نقاط فهذا الشيء يعطيه ريحي أكثر والكثير من اللاعب بالإضافة إلى اللاعب للشباب اللي طلعوا في فريق شباب الأهلي هاي مكاسب للسنة قادمة مكاسب من جميع النواحي فبالتالي طبعا فريق شباب الأهلي فوز حاليا هو بثلاث نقاط نتيجة كبيرة ونتيجة الكل تريد النتيجة الكبيرة لا فيه فرق حاليا أنت لا ترسوز عليها فريق نتيجة كبيرة تأخذ ثلاث نقاط وتكمل في داربوك وريح صح نعم زين بالنسبة تعلق على الصدارة نعلق على موضوع الفوز المستمر يعطي دائما نفسي عالي جدا للاعبين أنه لا نخسر والخسائر المستمرة أيضا تدخلك في مرحلة اليأس والأحباط وماذا نحن وهذا ينطبق على فريق حتى بسم الله الرحمن الرحيم أتفق مع الإخوان فيما يخص فريق حتى اللي يمت بيلعب لكن بعد الإمباراة بعد ما عرف نتيجة الشارجة وخرفة كان الآن يحسون بالخطورة بتشوف حتى الإمباراة غير بتشوف تشوف تشوف الفجيرة الإمباراة غير يقول الفريق الأخير فاز وتقرب علينا هذا اللي نقول الحلقة الغادمة نحن مشكلتنا ما نتحرك إلا يوم نحس كرعيبة مزاجيين يوم نحس نهيتنا الخطورة نحس أن نبدأ ونلعب حتى كلنا أشهدنا فيه ويبقى مستمر في الأداء التي تحس أنه أفضل من الفرق التي تحت أو حتى التي فوق يمكن لكن بدون لاعب يضع الكرة في البوكس لا تستطيع لو تلعب وتمتلك الكرة قد لا تستطيع لا يوجد فايدة الامتلاك اليوم الشارجة 63 34 أعتقد تقريبا خرفة كان فاز خرفة كان فامتلاك الكرة ليس بمقياس في كرة الغدم أنت ليس بفريق تستمتع أو تلعب براسة تعراضية وخاصة في هذا الوقت أنت تحتاج نقاط بالنسبة لفريق الأهلي أتصور أنه فريق شباب الأهلي أرد أن أكرر في كل حلقة أكثر فريق دور لاعبين ماجد حسن إذا ما لعب اليوم ما بيقدر يلعب في آسيا العشر دقائق يلعبها اليوم ولا يلعبها جدام الهلال يلعبها اليوم ولا يلعبها جدام الجزيرة مباراليا يعني عشر دقائق في ربع ساعة ولكن أتفق أنك أنت سحبت 2-6 وجهة نظر مدرب في النهاية لا ينتظر لو خسار أنت سحبت 2-6 ودخلت ماجد كأن بريل وحدة خلواحد ألغ ليسانده خلواحد يسانده لكي يشل الفريق من العق وكان يقدر فريق حتى 1-0 في أي وقت كان يقدر يسجل حتى أنا شفت المباراة كاملة شباب الأهلي لعب أقل مجهود الدرب هذا شيء طبيعي ودائما المدرب وين أحمد خليل موجود اليوم على فكرة من الأشياء التي يشكرون لجنة الدولة المحترفين التي طلعوها تعرف الأهلي ما نتوقعون ستقول لأحمد خليل يوسف جابر سادس لاعب في الدوري بعد بندر وبعد إيغور وبعد لعيبة الموجودين لعبة النصر كواس ونوبي سادس واحد مصلح 14 أسست وأربع أهداف متفوقع كل لاعبين الأهلي فريق شباب الأهلي عند ظهير يسار لأن شباب الأهلي أي واحد يستطيع أو يسجل أو يدير المنظومة الهجومية لا لديهم هذا الوحيد إذا غاب طاح الفريق إذا غاب هذا الأسست غاب الفريق إذا يوسف جابر أكبر أسست في الفريق ومركز الظهير أي كان بيلي وتعور ومتمنى للشفاء العاجل رد المحترفة الآن برز حتى لفنور اللي برز الدور الأول أنا بصراحة آخر أربعة مبريات ما شفت له فنور يختفي يمكن التدوير الذي يصير فيه شباب الأهلي يقول الفريق الفريق هذا لكن الميزة في شباب الأهلي أنه يدور باللعيبة وهذا الذي قلت لك أنا ممكن يخدم حتى في آسيا ممكن يذهب في آسيا فريق أي فريق لا يذهب بالاحتياط ويلعب بالأساسين لا هو هذا فريق الأهلي شباب الأهلي هذا يمكن الوحيد الذي دائما موجود مجد ناصر كحارس مرمى رغم أننا رأينا الحارس الاحتياطي في مبارتين فشباب الأهلي لا يتعاد بثقة هو يفوز الفريق يخسر أنا لا أريد أن يخسر لكن أنا يفوز لا نحظ أنه خسر أو يتعادل لا هو يفوز حظ يوم يخسر أو يتعادل حظ من الناس تردل لكن أنا أفوز أخدم نفسي فأتصور لماذا قلت لك المباراة القادمة التي بعد هذه الجو حتى لو شباب الأهلي تعثر في المباراة المباراة شباب الأهلي والجزيرة هي التي تحسم لقب الدوري بالنسبة 80% لشباب 80% تتتوقف على نتيجة الجزيرة الأسبوع الياي مع الوحدة بغض النظر عن هذه المباراة أتفق معك لكن في حالة فاز شباب الأهلي على الجزيرة والجولة التي بعدها حتى لو فاز الجزيرة وخسر مع الوحدة أو تعادل بأي إن كان لكن فوز الجزيرة سيعطل الشباب الأهلي لا يتقرب فراق الثانية ستتقرب مروان نحن لا نتكلم عن الجزيرة بنافسة لكن إيقاف شباب الأهلي لا يقف عن طريق الجزيرة ومثل ما قلنا لماذا اليوم الشهر نقول بنتكلم عبتوا عدل لنه مثل ما تكلمنا قبل أن يلعب آخر جولتين مع العين ويمكن ما يحتاجهم فأتصور شباب الأهلي يمكن ما يحتاجهم قبل هذه ثلاث جولات يمكن ما يحتاجهم فعلشان هذا مباراة الجزيرة بالنسبة له يمكن المدرب بعد تفكير أني أنا مباريات مضغوطة ورتم الامباريات هذه أقدر أفوز فيها مباراة الجزيرة هي المهمة عندي لأنها تعطيني الأدفان جدام وأقدر أنا برياحية ألعب في آسيا يقدر يلعب برياحيا أنت تصدر فلق 13 نقطة على فكرة يعني بعد ليناردو يرجع ليناردو ليناردو موجود لا أحد يذكر أحمد خليل محمد جابا نحن الوحيدين لما أحد عذرنا لا أفضل الأجانب كان أفضل الأجانب قبل ما يبرز كارتبية كان ليناردو وهو موجود في مصاب نحن الميزة وخليفة في شباب الأهلي ما عندهم لاعب نجم وعشان هالشكل كوندي منبين ما عندهم نجم كلهم في نفس المستوى ممتاز تكلم عن كوندي توا الفوز الذي يحرزه في فريق شباب اللهلي ترى مغطي على موضوع كوندي يا جماعة كوندي من نسبة لصراحة ياسي دور عمره في الملعب لاعب ضايع ما لا تأذير ما لا شيء ما لا بصمة هو لاعب كلاعب لاعب ضايع في الملعب هو يمكن عنده مكانيات كبيرة وكان بنيات وبارس وغيرة لكن ضايع هل يدروا لعب اليوم كأنه ليس موجود كأنه ليس موجود عبد الله معنا في صين يدور نفسه من ثلاث مباريات في كرة لقاهم فراد حصل فراد على فكرة وبعد مثل ما صدق أنه منفرد فبالتالي وجوده والأشخاص أو مثلا الناس أكيد هذا لا أختيار من درب مليون بالمئة أنا هذا الموضوع مقتنع منه لكن اللجنة الليابة كوندي متحسرة أنا متحسرة على الموضوع لأن وضع الفريق أنه يفوز مغطي الموضوع هذا ولا هو كلاعب ليس موجود اليوم تعرف متى حسيت بينه متى حسيت كوندي في ضربات الركنية أساس أنه موجود كان في ضربات الركنية كان يدافع بس وخليفة عندهم حاولات كبيرة يحاول لكن ليس موجود لا طبعا هو موجود أنت اليوم من رأس الحرب عندما تشتد سدد على المرأة يشكل خطورة عندما يضغط على الدفاع عندما يكون حركات هذا السلوة في مباراة بن ياسا أمس أنا يوم ألعب جدام الأهلي شباب الأهلي وألعب جدام العين وألعب جدام الوحدة جدام الجزيرة جدام نصر غير يوم ألعب جدام مع كل احترامي الفرق هذا لا أسكر أنا كمدرب يوم أدخل أنت إذا تدخل جدام العين ولا جدام الجزيرة ولا ألعب جدام شباب الأهلي ولا ألعب أي فريق أم يعرف أسكر أسوي ولكن جدام الفرق لا شباب يجبون نهاجم ويروحون نفتح اللاعب يوم كان في بنياس حصل ريحية لأن الضغط كل هناك هناك المضغوطين أم المدافعين لا كلهم يبغوين يهجمون فهو اللي مرتقع اللاعب خاصة اليوم كوندي ليس صغير كوندي مر بتجارب وائدة ولعب اليوم اللاعب تحسبي في الملعب تحسبي بالذات رأس الحربة رأس الحربة اليوم لماذا الناس تنتقد جوميز اليوم صحيح لماذا لا ينتقدون ملابا في تشلبة رغم على أمكانيات تشلبة لكن اللاعب يخدم نفسه حضور يخدم نفسه يسجل بالرأس بالرجل يسجل يشكل خطورة يشكل خطورة تحسب اليوم صحيح أن يلعب في بنياس كان وطريقة اللعب مختلفة وطريقة مواجهة الخصم مختلفة لكن اللاعب لا يتأثير في الهجوم نزل أحمد خليل يتخير شكل الهجوم كامل لأن أحمد خليل بعد مهاجم لكن أحمد تخيل وطريقته وتسبب في بلانتي بغض النظر نسدد البلانتين لكن تسبب في بلانتي أنه في طرد وطرد وطرد وخليل حتى واحد ضد واحد مش مبين يعني تخيلت كراس حرب واحد ضد واحد وكان فرصة مبارات حتى يمكن بنياس رابطينا دربل حتى لدربل مش مستغرب والله أنا فرصة مبارات حتى غير عن مبارات النصر ومبارات الشارجة مبارات حتى كان ممكن أن يبرز فيها لأن المدافعين ليس بهم المدافعين اللي لعبوا هناك والفريق ليس بهم الفريق حتى التنظيم الدفاعي أنت بتخيص تنظيم الدفاعي محترامي حتى بالنصر أو بالشارجة مستحيل مستحيل حتى وخرفكان الأسبوع اليوم ما رأيك بثاني هاي مفروض مبارات الأسبوع مبارات الأسبوع بالفعل والمصادفة ستكون ساعة ثمان سهرة سهرة وهي ستكون في حتى في حتى في حتى ساعة ثمان وستكون هذه المبارات التي عليها السحب مفروض ما تقل أهمية لا بالفعل أحيانا يمترشون لك الروابط يضعون لك مثلا المبارات مثلا الشواب الأهل والعين يضعون لكم تدام فاير ناهر فهاي مفروض تكون شيء لأن هي المبارات التخلي عن المركز الأخير والمضي قدما صح صح هاي 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 سبع نقاط لخور فكان وثمان نقاط لفرق حتى صح واللي بيفوز كان مبارة فاصلة بالفعل سيكون فوق يعني مثلا إذا فازت حتى بيكون حتى فوق الفجيرة حتى إذا فازوا حتى نعم بيكون فوق الفجيرة نعم وإذا فازوا خور فكان بيكون مع الفجيرة يعني بيتخلون الفريقين بيتخلون على المركز الأخير بيكون فوق فبالتالي هاي المبارة لها مية كبيرة وبتكون الصراحة وبالفعل الفريقين يعني اليوم خور فكان أثبتوا أنه فريق بعد التغييرات فريق ثاني تغير الفريق شكل الفريق طريقة الفريق ولعبوا فريق بطل الدوري وكان عموين تصرون ثقة حتى ينفعوا الثاني كان عموين ثقة وحاولوا أنه يتجدون للغلة فبالتالي ألا لا نحن في مبارة حتى ولا لا هلأ نحن في مبارة 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 مفصلية مع الفريق في مجموعته متذين أنا أتكلم على أظه أن المبارة حتى مبارة خور فكان ستكون المبارة هي المبارة حتى لم يكن سيئين اليوم بالفعل لا يغني ولا يسمون فكرة حتى الفجيرة بني بعدين الفجيرة أنا رأيت المبارة بعد لم يكن سيئين تقارن هذا لم يكن سيئين صحيح نذهب مدام موضوع الفجيرة دعنا نذهب على مبارة الفجيرة حيث حقق الوحدة فوزا صعبا على ضيف الفجيرة بهدفين مقابل هدف في مبارة جماعة الفريقين على أستاذ النهايان تقدم الضيوف في الدقيقة 69 عبر جيفرسون دي أسيس وعاد لسبستيان تيقالي النتيجة في الدقيقة 80 فيما أضاف خميش إسماعيل الثاني للعنابي في دقيقة 85 وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيدة إلى 23 نقطة وفي المركز السادس الفجيرة تجمد رصيدة عند 10 نقاط وبقي في المركز الثاني عشر شوحنا البداية مبارك نادي الوحدة هذا الفوز ونقول لشباب النهار تلكم أعتقد أن المباراة اليوم مرت معطفات كثيرة بداية من حاول الفريق يسكر وحاول يعتمد هجمات مرتدة وفعلا هنا شوط الأول 0 0 حتى شوط الثاني رغم النقص العددي وهذا اللي نعاني فيه بأكثر مباراة يكون نقص نلعب شوط الثاني نقص أعتقد سجل الفريق هدف لكن ما قدر يحافظ طبعا أكيد لاعبي الوحدة بحكم خبرتهم بحكم تعاملهم مع المباريات بحكم ما يملكهم اللاعبين مهاريين أعتقد سجل هدفين ويمكن يكون انتزع فيهم الفوز أكيد مجايين نتأمل على الأقل نطلع بالتعادل ويمكن الفريق بحث عن التعادل وحتى عن الفوز لكن طبعا هاي كرة القدمة توقع أن المشوار صعب وشاق المرحلة الياية الدوري الثاني طبعا هاي أول مباراة ولا تنسى أيضا نحن اليوم مقابل الفريق كنا هازمين في الدوري الأول وتوقع أن كان ياي بردة فعل المباريات القادمة صعبة ونحتاج كثير من النقاط حتى نأمن وجودنا بدوري الخليج العربي ولكن تأمل إن شاء الله أن الشباب تسعفهم من المباريات القادمة ويأدوا الصورة الأفجار خاصة بعد عودة المصابين إن شاء الله في المباريات القادمة اليوم لازم تخدم نفسك الحمد لله أن الفرق اللي جنبك بعد تخسر هذا بش ما بنوقف نحن نقول لا الفرق اللي جنبك تخسر ولا هذين يخدمون لا اليوم يخدم ظروف المباراة وطرد اللاعب اللي عندنا ما خدمنا نخدم نفسنا في المباراة قادمة أمام متصدر أتمنى نكون في يومنا في هذا اليوم ويكون عندنا مباراة إجابية بالنسبة لنحن أبو عبد الله مجيد أبو قرة أعتقد أنه كان ضحيت هذه المباراة خلاص بدع سلم الإدارة الفنية الآن بانتظار الإعلان عن جهاز الفني الجديد وبالنسبة للوحدة أمورها ماشية يبحث عن مكان الآن في المربع أو الأربع الكبار صحيح بالنسبة للفجيرة أتصور أنهم لا نستطيع نقول تأخر وبالنسبة لإقالة المدرب لأن قتلك الفرق الذي تحتها شو يصبر الفرق الذي يفوق لأن الذي تحتهم يخسرون يخسرون بس وصلوا لمرحلة لا حتى يفوز اليوم خرفك كان فاز فإحنا استوينا معناته في خطر إذن معناته في خطورة قتلك أنا لا يحسون بالخطورة إلا وقت أن الفرق الذي تحتنا بدأت تفوز وتوصل يلا الآن دعونا نغير لو كان هذا التغيير قبل أنا لم أقرأت الوحدة بقيلة بقيلة قتلك المباريات التي مع المنافسين أنا مقياسي أنت مع المنافسين لا أفز أنا لا أطلوب أنك تفوز على الوحدة أو العين أو الشارجة أو الأهلي أو أخر أنت لا أعرف الفجيرة يلعب ويا الأهلي ويا الشباب الأهلي أيضا مما طلوب منه مع كل احترامي المدرب الليبي مما طلوب منه لو أنا أنتظر حتى للمبارة رائعة هل الإقالة هي شغلة نفسية لا نعرف الإقالة أخذناها عشان صحي المعلومة الآن الزملاء في الإعداد كان في اتصال بالكبتر المجيد بقرة الآن هذا الكلام والكبتر المجيد بقرة خلال مواقع أو من خلال قنوات معينة غير صحيحة سبحان الله توني قاعد أقول لك لو كانت إقالة مفروض ما تصير الحين لأنك أنت الإمبرالية بعد تلعب مع المتصدر هل أنت مطلوب الحين من الفجيرة أن تفوز على الوحدة رغم أن كان الأقرب وأنا الثلاث فرق اللي لعبوا اليوم اللي متذيلين الجدول خرفك كان وحتى والفجيرة والله ما كانوا سيئين على شأن أنت تقدر تجاري فريق الوحدة بكم واحد منهم فاز والاثنين كانوا أقرب للفوز والتعادل الفجيرة بعد ما انطرد اللاعب سجل الهدف ولكن بعد التغييرات طلع الاثنين الأجانب مقرر نعم أثر ولكن بعد ما المقابل بعدني أنا مصمم أنه مدرب الوحدة وائد أصغر من الفريق أنا مصمم عند راية وشفت تغييرات للمرة الثانية هذا من أمس أن المدرب ليس بحجم الفريق طلع ليم يونغ في فترة لم يشتك من شيء لماذا طلعه لا أعرف رمانة الفريق صح وجود في الوقت الذي طلع بعد دقيقتين أخطأ اللاعب الذي دخله هو رأس حربة أصلا كان في النصب يغير لعب كرة من العمق المكان المفروض تواجد فيه ليم يونغ ومنها الهدف يعني شوف بعدين كيف سجلوا رغم أن امتلاك الوحدة للكورة والسيطرة وكم الفرص كانت كبيرة ممكن كانت تنتهي ثلاثة صفر من الشوط الأول لكن يبقى تغييرات المدرب أعتقد أن المدرب غير من أجر التغيير طلع برغش طهير يمين ودخل يمين ما كان فيه هدف شو الهدف ما أعرف كان متعادل بس شو الهدف ما أعرف رغم أن برغش متميز في القوة الهجومية في النهاية هو ترى المدرب ويعرف هل برغش طلب يغير هل ميونغ تعبان هل يبغي رايحة للإمباراة الغادمة لكن هناك لعيبة اللي بذلوا مجهود أنت ممكن كنت رايحهم وجود يحيى الغساني كان على الطرف يعني يغني أنك أنت تقدر تهاجم على الطرف هذا وبرغش من الطرف الثاني فعلشان تتصور أن الوحدة كسب الإمباراة قتلك قيمة لاعبين الوحدة كسبتهم الإمباراة قدروا أنهم يفوزون لأن هناك قيمة للعبين موضوع الجهاز الفني إذا ترى أبو عبدالله أنت تقيم أن لا يذهب بعيد مع فريق يمتلك كوكبة من اللعبين الجيدين اللعبين طموحاتهم عالية لحد الآن هم اللعبين اللعيبة لا تشعر بصمة مدرب هل يباله وقت عشان لا نظلمه نقول المباراة ليايا مباريتين لم نرى شي مباريتين لم نرى شي شفنا مهارات العيبة المدرب من كم جولة شفنا اسماعيل شفنا برغش هم هم لكن شكل الفريق أنه يتغير تغير لأنه أولاء العناصر دخلوا في الفريق فقط مبلع أن المدرب يتحس أنه كان عنده وكان مظلوم لا عنده لعيبة والحين استوى عنده لعيبة هو شكل الفريق صح بس منه الذي فرق قيمة لاعبين صح فقط تواجد حتى اليوم المدافع اللي عندهم مدافع لعب مباراة وحدة لا نعرف هل هو مصاب لو عد الاحتياط كان موجود الاحتياط من أفضل مدافعين رجع الرفاعي مع فارس مدافع عندي أنا من أفضل مدافعين قدم مباراة كبيرة المباراة نعم وكان مغطي وائد على الظاهرين وكورته 1 زائد 1 ثم تجاري وشل ما لعب اليوم لعب الرفاعي هل هو يبغي يدور ما بهذه الطريقة أنا ما دور مبلعب كبير أنا عشان أدور مقيم فمنتعشر سنة على فكرة بماروان الواحدة ما قدر يسجل طول الشيط الأول وكان يشوف اليوم الفجارة جارة الواحدة بشكل كبير حتى أنا استغربت لما سمعت أن أبو قرأ أقيل ما كان أبو قرأ سيئ أو الفريق سيئ ما كان دائما نسمع قال بعد نتيجة كبيرة بعد مباراة سيئة بعد المدرب يضيع فوز دائما تكون ردة فعل مثل ما قال أفضل الله منطقيا هل نحن كنا نتوقع أن الفجارة يفوز على الواحدة يفوز مفاجئة لا تغيير اللاعبين لكن اليوم فريق الواحدة ليس فريق في الدور الأول نوعية اللاعبين المباراة في بوظبي في الثاني شيء ملعب نعم القادمين للوحدة في الانتقرات الشتوية اللاعبين ثقال على مستوى ليس من اللاعبين العاديين لعبين لهم تجارب وخبرات كبيرة شكل فريق الواحدة تغير تماما تماما لا عاد الواحدة ما عاد هذاك الشكل فاليوم يعني الواحدة ما فاز إلا بعد إلا بعد النقص بعد النقص مية مية في المية دعنا نرى أراء الجماهير ورجع الكابتن ببيت الحمد لله أولا وإن شاء الله نطمح للأوضل ونطمح أن نكون ضمن المربع الذهبي ويقول لنا مقعد بآسة الموسم من المقبل يعني لاحيه ما في لمسة واضحة من المدرب ما في شغل واضح من المدرب تبديلات متأخرة يعني الفريق ضد الفجيرة والفجيرة ناقص لاعب والفريق خايف وكان نتخر يعني مجهود اللعيبة فريق جلب النتيجة وفاز قربتنا شوية فرق نقطة عن الجماعة المهم أنا طالع منك ما باجرح ولا أقول مثلا من مكان مدرب أنا من وجهة نظري مدرب صراحة يعني ما عارف المدرب مش عارف يقرأ مش عارف ثاني شي يعني أنت لعبت المباراة اللي طافت بالأجنبي البرازيلي المقيم وأبدع صراحة والجميع أشاد به فمع احترامي للرفاعي يعني أنا أيلس الرفاعي وأخلي صراحة الأجنبي البرازيلي يلعب في البداية أن المدرب خربط وطلع طحنون مع أننا كنا محتاجين لعب قيمة طحنون في الملعب تبقى واحد سريع تبقى واحد يعطيك حلول في الأجنحة دامنا أنت ما عندك يعني ارتكاز يعني يفتح لك الملعب بس النادي ما توفق اليوم يلعب ارتكاز الثالث ويلعب جناح لازم يعني جناح أيسر هذا الذي يمشي مع التشكيل الحالي يعني مع الفريق مجيل بثاني شوفوا مشكلة الفجيرة في كل المباراة عنده طرد مباراة الضفرة واليوم دفع ثمن غالي يتواب وخليف يقول لو للطرد كان ممكن مجريات المباراة ما تروح في هذا الاتجاق أنا كنت أتكلم عن النقطة هاي نقطة النوبي يعني الانذار الأول دخول بطريقة يعني متهور على اللاعب يعني يعني يريح للكرة لكن أنت كنت متأخر تأخذ الكرة ومعه رجل اللاعب بنفس الطريقة والكرة الثانية ولو محتاج يعني لو تلاحظ هاي 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 ممكن اللولة ممكن طرد مباشر أحبت تشوف الثاني إذا عادوها يعني النوبي لا هاي 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 دخول قوي دخول قوي يعني النوبي مفروض يعني 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 عقب هاي حين يمكن هو لاعب يمكن ما عند الخبرة الكثيرة حتى اللاعب الثاني يمحتاج من بعد الكرة يقول لازم يهدون اللاعب هذا لأن أنت ضيعت مجود فريق أنت يعني يا دخول أنا أطلع وفي وجهة نظري بس لأه قطعت كم من بعدين هذه الحالات نقطع مع كل احترامي لاعب ضعيف فنيا يا تعبان ما لها حل ثالث يا أن هذا اللاعب ضعيف فنيا ضعيف فنيا أو مجهد مجهد بدنيا تعبان يعني أن تعب آخر عشر دقائق ربع ساعة تعب صح صح أنه شو يسوي ما يقدر يركض ما يقدر يجاري لاعب ثاني فأنت حين كمدرب لازم تعرف تعالج مستحيل أن هذا ناقص لياقة ومستحيل أن هذا لعب ممهاري لأنه كان مؤدي دوره بشو السبب ما تعب في بعض اللعيب الثقافة ما عندهم يعني أنت دخولك بهذه الطريقة هذه الدخول متأور جدا يعني ما أطلب تغيير مثل نفس مشكلة الشارجة في مبارات ومع شباب الأهلي يعني طرد عبد الباسط ما كان ضروري أنك تفاول في هالمكان أساسا يعني أحيانا الأخطاء في أماكن ممكن السيطرة عليها لا لها داعي شوف بماروان شو قلتنا البارحة أه البارحة قلت أن هذه الفراغ لا بد تحافظ على لعيبته صح قلت مباريات مضغوطة وما عندهم ذكر وخليفة تذكر مباراة الأرقوة في نهاية كاس العالم سواريز طلع كرة بيدة وانطرد عقبها وراحوا على ضربات الجزاء تأهلوا ضرد ما أدري أي فريق بالضبط وتأهلوا وعرف أنه فيه طرد مباشر أنت متى ما كان فيه هدف محقق ومنعته وتركت بعدين الحارس توفيق يتوفق البلنتي يضيع لكن أخطاء يعني حتى هذه حتى هذه مم في أي وقت مم في أي وقت مم في أول عشر دقائق وعلى قاعد خسران مم في صح 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 الآن نرى الفجيرة كان بإمكان اليوم يطلع بالتعادل أقل تقدير أنسى أن نسجل هدف لو لا كان قبل قبل لما كان الفريقين كاملين كان الوحدة مقدر يسجل وكان النقطة كان نقطة إيجابية ألوى ممتازة إيجابية للفجيرة صح صح لكن اليوم أنت خسر المباراة واللاعب يغيب المباراة القادمة خسارة مركبة هذا ما كنت أمس أقوله أن هذه الفرق عندها مباراة مضغوطة وعندها عدد محدود من اللاعبين فلابد أن في الوقت الخاصة أنك تتلعب مع فريق يمكن أن نسبة أنك تخسر أكثر أنك تنسبة أنك تفوض رفع عليك هناك شيئا ثانية ونحن نتكلم فيها قبل شوية عصام لا تبذل تفرغ طاقتك كلها قدام فرق أنت قبل لدش الجمهور والإعلام والمتابعين وأنت وجهازك الفني وجهازك الإداري وإدارتك يعرفون أن حظوظك عشرة عشرين في المئة مباراة الفجيرة هي شباب الأهلي لا تذهب تهلك عمرك جداً فريق عندك كل الإمكانيات وعندك عقبها مباراة ويمنو ويخور فقا عشان لا يقول أنا ضغط عشان ما تقول نغال هل تتفق مع كلام عصام شوف كلامك أنت ممتاز نحن كمحللين مثلا عصام الذي قال هالكلام عصام رأي رأي احترام ولكن يمكن نحن نتكلم عضو المعطيات الموجودة في فرق في فرقات بين مثلا الفجيرة أهل الفجيرة وشباب الأهلي بالضبط لكن لا نقول لا ترهق نفسك أو لا تبذل مجهود أو لا تأدي في المباراة ممكنك تتأدي مثل اليوم يعني أدوا مباراة جميلة لكن أتطرد سكر سكر الموضوع لكن مثل ما أتفضل أبو خليفة أنا مع أبو خليفة لا تخسر لعيبة لا تبذل مجهود أو مثلا مثل الطرد هذا خسرت لعيب لعب عندك وبالتالي خسرت مباراة وخسرت لعب في المباراة الثاني في أسلوب لعب في بعض الفرق تلعب طريقة أني أسكر ولعب الكنتر تاك إيزي بول يعني ما لدعي أنك مثلا تسوي مثلا الضغط أو مثلا تحاول أنك تعمل شي خارق العادة في مباراة مثلا ستبرز أنت كلعبة وأنت كمدرب بمكانك تتخسر فريغك وأنت عندك الدوري مضغوط الجولة اليابة تكون السبت وبعدها باتي أنت على المباراة المفصلية التي تبغيها يعني عندك راحة الفرق اللي لعبت اليوم علشان شديب وثاني هو اللي لازم يدور مو بشباب الأهلي صح صح أنا عارف أنه ما عنده لعيبة عشان يدور كأنك تحضر للمباراة الثانية دور في لعيبة ركائز أربعة خمسة ستة خلهم بس في لعيبة حتى لأجانب أقوار ثنين بثاني عبدالله تبحث عن الكلام اللي قلنا قلنا بالذات أنا قلت قلت أن هاي المباريات أنتوا الفرق لا تركزون فيها في النتيجة في نتيجتها عظر فريقة لا تتعب نفسك فيها لا تتعب نفسك فيها الحين اليوم خرفك كان أدى مباراة كبيرة ما نقدر نومه وكان الفوز في متناوى يده ما دام أنت تفوز أنت باعد المجهود لا يوجد فوز يبدو أنت تعب لا تتعب نفسك وإصابات لا أصاب كلامه يقول لي والله حسن ما بذلك أنت ضرب الشارج لا ما علي خلنا الشارج ما نقدمه مباراة اليوم هذا يعيّع الكرة في الفرح يعيّع نصبر يعيّع الشارج يعيّع بري بنتكلم في الموضوهات بس اليوم بس اليوم أنت اندارات وإصابات وطرد وفي وقت أنت مضغوط وإن تلعب مع فريق يمكن أن أنت ما تفوز عليه أنت ادخل مجهودك وادخل لعبك لعبينك للمباريات التي تفرق معك فاليوم فريق مثل الفجيرة كم عدد اللاعبين يعتمد عليهم كلهم كامل عشان يخسر باك اليوم الباكات صعب تعويض دعنا نكون واقعين في كل أندي الباكات صعب تعويض وتكون ثغرة موجودة في الفريق فالمباريات المباريات يعني الفرق هذه مع الفرق المنافسة أعتقد دائما مفروض تكون واقعين برافو عليك هاي نصائح مجانية يتقدم لهذه الفرق على العوم نروح على المباراة المشهدها كان حزين بعد أن غاب مشهد فوز طيلة النصف الأول من البطولة حقق خرفك كان اليوم أول فوز له في الدوري على حساب الشارقة بنتيجة هدفين مقابل هدف ليبقى حامل اللقب دون فوز للجولة الخامسة على التوالي ويتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث الصقور رفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط ويبقوا في المركز الأخير لكن قابقوا سيناون أن يتجاوزوا هذا المركز فهذا الوقت نحن محتاجين كفريق وكجهاز فني نتحمل المسؤولية نحن كجهاز فني بشكل كبير ولكن نحن دائما متفائلين بالمجموعة إن شاء الله بذن الله المرحلة هذه بالنسبة لنحن مرحلة صعبة لكن بذن الله بتتيسر المور أنا متفائل بهذا شيء بذن الله أعتقد المنافسة السنة يمكن أربع خسائر بالنسبة للفريق صعب الفريق ينافس لكن نحن نسع بذن الله أن نكون ضمن الفرق المنافسة أو الأربع الفرق هذا بيكون أنا بداية الموسم طرقت في هذه النقطة أن الفريق السنة مطالب أن يكون من ضمن أربع الفرق نتمنى إن شاء الله للمرحلة القادمة لازم نتكاتف أكثر أنا شخصين دائما عندي يروح التفائل أن الفريق بيرجع بذن الله إذا كنا نضمن الفرق المنافسة شيء طيب لكن لدينا أيضا مرحلة استحقاقات كثيرة مثل بطولة آسيا كاس رئيس الدولة لازم ما نكون ضعاف أو نستسلم ماذا أقول أنا سعيد جدا بهذا الفوز المباراة لم تكن سهلة لقد أكدنا نيتنا في تحقيق نتيجة إيجابية إنه الفوز الأول لنا هذا الموسم المباراة كانت قوية الشارق فريق مميز لقد أثبتنا أننا نلعب بروح قتالية في كل المباراة نقدم آداء جميلا لكن في الغالب الفعالية هي ما ينقصنا عصامي الآن عبد العزيز واضح كلامه واضح كلامه قال علينا ماني أس وعندنا أكثر من بطولة معناته أنه غسل إيده من بوضوع الدوري أنت تخسر لي مع الأخير وتتكلم على الدوري لا سامحني لا تتوقع أنه في حد يخدمك موروان ذكرت في بداية حديثك عن المباراة هذه المشهد الحزين حزين من طرف واحد طبعا من طرف واحد الشارجة لكن لازم نهني خرفقان استاهلون استاهلون ألف مبروك على الفوز الأول مفاجأ 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 بالنسبة لهم وفرحة مضاعفة بعد 14 جولة جدام البطل جدام البطل المتصدر المتصدر لا نعرف لحد الآن شو فيه يعني أنت لا مشكلة أننا لازم نركز وموروان الكابتن بليلز عمبري حق الجبلات الغادمة الآن مشكلة في فريق الشارجة نفسه عشان يدخل عليك هدفين بنفس السيناريو بنفس اللاعب بنفس الطريقة أعتقد هناك خطأ ويعني في لغز في لغز في شيء في الفريق شوف شوف مبهضة شوف قول خورفاكان الأول والثاني كوبي بست أنا اللي شفته كوبي بست بالضبط كان ومن نفس اللاعب شاهين غايب فترة طويلة يمكن ما كان جاهز أو ما نعرف نفس اللاعب شاهين ومضطرف ليش ما عرف لأن الظهر متقدم لا لا بس ما تكون هناك شوف تارك منه هذا شاهين شوف طاف راح روح عده الحسن الصالح أعطي ظهرة أخطاء دفاعية يعني بدائية هذا الهدف الأول شوف الهدف الثاني نفس الشي شاهين الآن المشكلة ليس في الفرق الثاني مشكلة في فريق الشارجة علشان يخسر طبعا تسلل لكن شوف الهدف الثاني نفس الشي علشان تخسر أنت بهذه الطريقة بعد أربع جولات متتالية أتصور هي أربع جولات لأنه فاز على النصر قبل في ملعب النصر أربع جولات ما بشوية شوف شوف الهدف الثاني نفس الشي شاهين اللي طاع وهو متطرف محد وهو من العمق نفس كوبي بست في مشكلة في فريق الشارجة ما بهو فريق الشارجة اللي نحن عرفناه اللي نحن تعودنا عليه ما بهو فريق الشارجة الشرس اللي إذا تأخر يرجع على طول واللي صعب أنك أنت تتقدم عليه فريق الشارجة هو نفسه يبغي رغم أنه دعم موقفها بلاعب مقيم اللغز كان على قوميز وصلت أنت اللاعب المقيم البرازيلي المشكلة في الباك اللاعب المقيم من مبارتين بارات شباب اللهني هو جيد هجوميا لك من واحد دفاعية أنا أتكلم عن الثاني أبو ثاني لا نفس أتكلم عن الثاني باك أصلا كان موجود معهم أنا أتكلم عن لديد في واحد ثاني ترى يا أبو لا سأتكلم مشكلة الشارجة حاليا في ظهير الأيمن لكن هذا أنا شاء تكلم الظنحاني الكل الذي كان يتحرص الظنحاني العنصر غير فعال هجوميا الظنحاني كان عنده دوار دفاعية بحتة ومغطي المنطقة هذه بشكل كبير خيط العام خلل الكبير استواحي نحاني رفع عليك العام سبب فوز أو أهم عنصر قوة في الشارجة وخلها يفوز بالدوري أنه عنده دفاع زين والأهلي الآن نفس الميزة عنده دفاع زين مشكلة الخلل الدفاعي ليس لأشان الأسماء تغيرت هي هي الأسماء بالعكس زاد المفروض أن البرازيل يكون زين مفروض أن شاهين زين مفروض أن عبدالله غانم من حسن الصالح زاد سالم سلطان زين المدافعين الوسط الفريق نفسه لا تعرف فريق الشارجة لا تعرف الفريق كمجموعة كمجموعة اليوم الثلاثة الأجانب في خورفك كان امتلكوا نص الملعب هم الظاهر لا يعرفون أنه بطل قالوا له ممكن فريق عادي سعاروا دعونا نلعب من متى أنت تستطيع تلعب في نص الشارجة بهذه الطريقة والله صحيح أن الامتلاك ستة وثلاثين أو أربعة وثلاثين لكن امتلكوا النص وبسهورة يدون يروحون يوصلون في شيء في فريق الشارجة هل هو تشبع هل هو يأس هل هو أن الفريق لا يستطيع أن يوصل ايغور هو الفريق كله هناك حاجة في فريق الشارجة لم يكن مسألة حتى كان ايغور موجود كان النواحي انضباط الدفاعي نواحي بشكل عام الفريق كان متمواسك فريق حاليا ليس متمواسك هذا هو هذا اللي نقول لكنها مبعدر ما عري انت نتكلم عن الدفاع ما يشوي انت أحيانا الدفاع مبزين صح ما يشلك النص شكروف ما بشكروف ما يشلك جدام المهاجم يا أخوان كأنه ممجد نفس الحالة اللي تكلمنا عنه عن بدرو تكلم الآن عن قوميز قوميز من 14 جولة شو اللي قاعد يسوي اللي نقول فارق مع الفريق شوف شوف بس متعلق لي على شايفر الله يخليك لا ما علي بس خلينا نتكلم اليوم نشوف الشارجة الشارجة مشكلة ما عنده حلول بديلة من يوم غاب طيب الذكر ايه ايه احنا شفنا شفنا فرق وكنا نتكلم ونقول غاب غاب فيها لاعب تأثر فريق بس مبعلى مستوى الشارجة مبعلى نقول الفرق اللي في النص الثاني من الجدول صح لاعب يأثر فيهم الشارجة يوم الشارجة المفروض يعني أن عقب عقب الموسم الماضي وغاب شوكاروف وتعور شوكاروف وصارت أزمة وما كان يمكن الحل البديل اللي توفقه وفيه اللي كان محمد الشحي صحيح لكن الشارجة مر بنفس الظروف اللي مربح الشارجة السنائية لكننا في نهاية المسابقة مبكر نعم في نهاية المسابقة بدأ يخسر نقاط صح ولو كان الأهلي فقط كسبان مباراة في بداية الدوري كان يكون وضع الشارجة مختلف صح ما تعلم الشارجة من المسألة هذه وأن لازم أن نضع حلول بديلة في حالة غياب أي عنصر مؤثر من لعبين الأجياء والحلول البديلة أن يكون عنده بدلاء بدلاء وحتى خطط لعب مختلفة تعتمد على لاعبين صح بديل مثل يقول تغير في الخطة طريقة اللعب أجنح اللعب جماعي بشكل آخر لأن يقول مثل أي لاعب ممكن ينصاب ممكن يغيب ممكن يمر بأي ظرف يمر بهبوط في المستوى فلابد أن يكون عندك خطط بديلة نحن اللحظ أن الشارج لا يمكن حتى في فترة التوقف يوجد الخطط البديلة التي تعوض غياب أيغور اليوم هذا كلام قلت قبل مباراة بعد مباراة مع خسارة مع خسارة أن إذا ترسخ في دهن اللاعبين أن لا نستطيع أن نفوز بدون أيغور أن الحلول لا نستطيع أنه في غياب أيغور مباراة يطلع من ديس يسجل مباراة اليوم يسجل شكوروف ولكن لا لدينا حلول حتى في مباراة اليوم لا يوجد من خط الهجوم أحد يسجل أين يسجل كايو وين يسجل كايو اليوم ملعب ما السبب لا ندري وإلى حتى بدقة البدلة موجود في مباراة الأهلي يتسجل قبل المباراة بيوم وشفناه موجود في قائمة البداية واستبدل في شرط الثاني اليوم المفروض أنه تمرن مع الفريق خمس تمارين مفروض أنك تأهله في هذه المباراة صح لا نتمرن أنه يدش العمل المباراة لا نعرف ما نعرف السببب صراحة مفروض يأخذ رتب لا المفروض أنه إذا كان بعد ما يسجل بيوم اللعب منطق من الطبيعة لدينا بعد خمس أيام يلعب من التمرين صح لأنك لا تجاهز لها أنت لا تدخل للمباراة لا تجاهز للمباراة لا تجاهز من النادي أي شيء رسمي يقول أنه مصاب أو مشكلة أنه لا يستطيع يلعب وحتى في الدكة البدلة لا موجود فاليوم نرجع للشارج نفسه الشكل الذي يظهر بالشارج الآن هذا يعني لأن تعود أن يلعب بوجود إيغور تعود اليوم اليوم غوميز ما كان سيء في بداية الدوري لأن كان إيغور موجود وكان يسجل وحتى في غياب غوميز وتذكر أنت سجل في مباراة النصر في عدم وجود إيغور وخليفة تلعب يلأخير بعد تحتاج إيغور هذا نتكلم عن إيغور أنه لي الخطط البديلة الموجودة عندك إيغور لم يموجود أنا أقول أربع مباريات ليس الأخير أربع مباريات وبدأ أنت أديت مباراة تاريخ آخر فوز نعم كنا الراجع 15-12 آخر فوز من النصر قطعها فاز عن النصر بدون أول مباراة تعور فيه إيغور غاب بوثاني فازوا عن النصر ثلاثة وواحد كان متأول مباراة لا قبل الإصابة هذه قبل الإصابة كان علي الدارات تراكم من الدارات ذكر صح كان يالس وشاهين حتى في منصة نعم يارسين يارسين صار العنبر اليوم أخذ له اللعيبة اختيارات بس هو تحمل مسؤولي ذلك أنا تحمل مسؤولي الأختيارات التي قام بها اليوم كلعيبة موجودين في التشكيل أخذلت أنا قلت لك فيه عند المنظومة كاملة شاهين وعودته مبهو شاهين والتغطية من الجهة اليمين واضحا أن السيئ جدا فيه ثغرة يعني يمكن أنا تكلمت بداية عساس الموضوع الظنحاني كان من العناصر التي تغطي بشكل كبير دفاعيا ممتاز رغم الولد الضائل ورغم بسمة وودة وأنا متكلم مرة عن المجهودة واضح كدفاع كتمركز كمتين يغطي لكن أمس اليوم يعني الهدفين من جهة اليمين والدليل أن الباك المقيم فينوس يهجم وما يرد يغطي يجم عند بوادر الهجومية عند الكروس يمكن يكون جناح يلعب جناح لا يلعب باك يمكن أصلا مباك ويمكن أصلا جناح ويلعب باك هذه النقطة وبعدين يمكن عبد العزيز عمبري مركز أن هذا اللاعب يلعب مع أنه كان سيئ جدا أمام شباب الهلي واضح كان يثير من أميز اللاعبين قبل بداية أول ما ينسى نفسه يترك المنطقة هذا الفريق يمكن عساسا الفريق واليوم دفعه الثمن دفعه كورتين منه منه شاهين حتى شاهين مبجر شاهين لا يمدي شيء غطي لين لا يصل شاهين هذا اللاعب سريع جدا روح برازيلي كان على مستوى عالي ويعكس الكرة كورة كورة والتغطية من الخط الخلفي كان سيئ جدا 100% القول الأول من الحسن من الحسن وراه يعني اللاعب وراه أصلا كان يطالع الكورة وليس يطالع اللاعب لا يطالع اللاعب لا يوجد رقابة الردود لفعل بعد المباراة أنا برأي الشخصي يمكن فريق يمكن أداء يمكن إلى حد كبير نفس الأداء في الإمباراة السابقة نحن فريقنا أعتقد في رأي الشخص طبعا ولا مباراة كان هو الحلقة الأضعف لكن كان ما يفوز كان ما يسجل اليوم قدرنا أنه يسجل اليوم قدروا الشباب أنه في عزيمتهم وقتالياتهم دائما كان مقاتلين إلى حد ما أكثر لكن لا الحمد توفيق الله سبحانه وتعالى قدرنا من خلال المباراة اليوم أنه نقدر نحق أول فوز وأول فوز على منه على فريق بطل ومش بطولة وحدة فريق بطل ولا تاريخه ولا مكانته مثل فريق الشارجة فهذا إلى حد كبير يعطي للفريق دفع مانوية عالية نتمنى أن نتكلل هذه الأمور كلها بالمباراة الياية أنه قد مو مستوى أفضل الناس كانت تتكلم من قبل يعني تقول لك والله فرق النقاط تعرف في ناس تشتغل أن تحبط معنوياتك تحبط من الفريق أنه فرق النقاط لكن في الواقع كل شي جايز تفوز على البطل تفوز على المتصدر تفوز على أفا كل شي جايز بالاجتهاد والتوفيق إن شاء الله قادرين أن نطلع بصورة طيبة ونرضي الجماهير اللي أحزناها دور كامل تقريبا نحزن الجماهير ونفس الشيء إحنا بعد زعلانين لكن الحمد لله نقدر إن شاء الله بداية هذا الدور الثاني هذا فال طيب حقنا فوزنا على الشارج المتصدر أن نستمر بهالشي إن شاء الله ما في سبب بالعكس الشباب يأدون يعني مباراة شباب الله اللي أدينا واليوم أدينا كذلك شوط الأول لكن حصل حصل تراجع في شوط الثاني استقبلنا هدفين لكن الحمد لله الواحد دايما يقول الحمد لله ويسوي اللي عليه وإن شاء الله إن شاء الله قادرين نرجع يعني إن شاء الله الدوري صح النس ما تقول أصبح صعب فارق ممكن عشر ولا عدى عشر نقطة ومقبلين على بطولة أسيوية لكن علينا أن نجتهد ونسوي اللي علينا والله يوفق الجميع إن شاء الله زين أبو ثاني أنا سألت بخليفة وخليفة ما جاوب علي شوف سألتي فإننا نراجع بالصدفة التي حصلنا بتغريدة أو تصريح لشايفر ذكرنا بتصريح العام فيه رهان وما رهان ما نريد أن ندخل فيها السال فمرة ثانية نرد على موضوع الرهانات تمام قال كلمة مفروض ردة الفعل من لعيبة الشارجة ليس مباراة خورفاكان ولا مباراة إن شاء الله يلعب ضد ريال مذريد يموتون في الملعب قال والله الشارجة بدون إيغور خورفاكان بمستوى خورفاكان هذا صريح هذا المعدين راوني قبل المبارا إن شايفر قال هالكلام هذا إن بدون إيغور الشارجة بمستوى خورفاكان يعني أنا لو كلاعب أموت داخل الملعب ولا أخسر بالفعل بالفعل تصريح قوي جدا الصراحة بالنسبة للسيد شايفر ونصرح بالتصريح ولكن نعتقد أن اليوم لعبة الشارجة عندك الحسن عندك ماجد سرور الحسن صار لك مبارا متراجعة ترى مستوى متراجعة تغطية براحة ناس عراحتهم تغطية أمورها ABC يعني لا ينسى نفسه لعب دولي لعب دولي وتعرف التغطية ماجد سرور حتى اليوم لا يوجد سرور لين عارفه مع أن لأدوار جاء بي من السن التي طافت يمكن تداعيات خروج المنتخب الأولمبي وخسارة المنتخب الأولمبي عندك قوميز رأس حرب أنا ما أعد أنا 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 لأن أن أن باقي ثلاث أيام ممكن كاكو ميز محتاج 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 أنت أتبار اليأي محتاج بلاي ميكر يا أبو مروان باقي ثلاث أيام كاكو ميز محتاج بلاي ميكر محتاج بلاي ميكر يساعد أنت كراس حرب تلا تعويل على الراس حرب كثير من متى الشارج يخسر عدد 4 مباريات وربا الفريق السنة الماضية كان الناس تنتظر أن الشارج يخسر نعم ما خسر قبل نهاية الدورة بثلاث جولات صح جدام الوصل جدام الوصل خسارة وكان الشرجاوية حملوا الحكم فيها صح الخسارة اليوم ردة الفعل المفروض تكون في نهاية الشارجة بشكل كامل ردة فعل من الخسائر المتتأمة التالية اليوم أن تكون ردة فعل قوية لازم اليوم حتى شفنا أن خورفركان سجل هدف الأول سجل التعادل سجل الفوز ردة فعل رغبة عند لاعبين الشارج كما قال أبو عبد الله بثاني ردة فعل أن اللاعبين هذين أين كم أنتم الماضية كالناس أنتم ماشيين بقطار سريعة فوز فوز الناس لم يكن تعود أن ترى منكم خسائر اليوم قبل التوقف خسائر بعد التوقف خسائر مع الأخير خسائر مشكلة لاعبين أو فنية حتى لو كانت مشكلة فنية اليوم هذين اللاعبين هم نفسهم يحققوا الدوري السنة الماضية وهذين اللاعبين في الدور الأول الناس راهنهم عليهم على أن يأخذون الدوري المرة الثانية على التوالي وكان الشارج متصدر نفس هذين اللاعبين نفس المدرب نفس الجهاز الفني ما تغير شيء نفسهم حتى بدون كايو اليوم كايو ليس موجود هذين نفسهم اللاعبين هذين هم اللي كانوا في الدور الأول مصدرين وفارقين عن البقية وكانوا يفوزون لكن ردت الفعل أن اللاعبين حتى لنفسهم لنفسهم وشعارهم للفانيلة لسمعتهم صح ردت فعلهم اليوم أنت فريق يائس فريق يائس اليوم أنت لعبت مع الليلة أنت تلعب مع فريق متكافئ معك ما احترامي لدي خرفك أنت تلعب مع فريق لما تأخذ عناصر واحد واحد بالفريق ما يكافئك هناك فرق كبير والدليل على النتائج فردت فعلك صح أنك تتقبل هدف لكن ردت فعلك لا بد أن تكون ردت فعلك قوي ردت الفعلك نحن لم نشيحي في هدف ألغيه بسبب التسلل لكن ما لاحظنا أن الفريق حاول يسجل يعوض هذا بهدف ثاني حاول أن يسجل حاول أن يوصل للمرمى بشكل شرس بشكل يحقق في نتائج فردت فعل اللاعبين نفسهم مهما كان مهما تتكلم أنت عن المدرب لكن اللاعبين نفسهم يحسون بقيمة المباراة ويعرفون الفريق الذي قابلون منه هذا ما حسنا في المباراة لا حسنا على فكرة أبو عبد الله عندما نقول الجولة البعد القادمة الأهلي يلعب مع الجزيرة الشارجي يلعب مع العين صح في نفس الجولة صح أسبوع الياي مع تلبة تلبة مريح تلبة مريح وليا بعدها مع العين بعدها مع العين فمباراة بعد ياي مباراة من العيار الثقيل ومباراة كبيرة وفي العين زين أحين المعالجة أحين أقول الكبتر عبد العزيز إذا في لاعب عنده الخفاض لاعب لا يوجد مسؤولية في المباراة لماذا تعتمد على قائمة لاعبين من العام إلى الحين هم سبب الآن تردي النتائج لا أبو مروان أنا أتصور أن الكبتر عبد العزيز قال هذا الكلام لكي يخفض ضغط عن اللاعبين أنا لا أحمل مدرب بصراحة مباراة مثل هذه لا يوجد مدرب نحن نتكلم على الشارج أنا بطل لكن لازم لعبة متراجعة مستوام لماذا لا يدخل اللعبة بدأ لهم لا أعلم اليوم كان لديك تقريبا كان لديك الأمل أنك تكون قريبا عليهم أنت رحين بتعت أنت ما يأست أنت بتعت شوية لكن المباراة اليوم كانت ترجعك على الأقل في المسار الصحيح مع الجزيرة ومع العين مع هذا عشان ما كان فيها مغامرة أبو مروان أنا اتفق مع عبد العزيز ما كان فيها مغامرة هم هذين اللاعبين اللي قبل 72 ساعة لعبوا أكبر مباراة اللي قلنا قم مع شباب ضيعوها بيدهم ما قدر أغيرها بصراحة أنا ما قدر ألوم الكابتن عبد العزيز ما قدر أغيرها لكن ردت فعلهم رد وكرر مثل ما قال الأخوان ردت فعل اللعيبة خيبة ما كانت لكن في المقابل يخوان لازم نشيد في فريق خرفكان اللي تغير مع هلا الفريق خرفكان اللي مستغرب مننا هل هذين اللعيبة هم نفس من اللعب جدام العين اللي خسروا ثلاثة صفر وكانوا مفروض يخسرون أكثر رغم من ضيعه فلسطين درات أنا ما شفت الأجانب واضحين اللاعب الأشوال ودودو واللهام هم نفس لكن دودو ما لاعب 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 الظهر عندهم والوسط تحس أنهم لعبين حيين يعني كأن الشارجة خرفكان لا لا كأن الشارجة يعني تحس أنه وقت من الأوقات أنه فريق عادي ليس فريق يبغي تصدر البطولة بو مروان أنا ما أقدر ألوم الكبتنا بالجزع عن بري هذه الخيارات التي لدي حتى لدي دكة البدلاء كان الشحي الورقة الرابحة دفع بالشحي أيضا عنده عمر جمعة ربيع دفع بعمر جمعة ربيع الشارجة من العام لا يوجد خيارات لا يوجد خيارات هم هذه الـ 16 17 لاعب لو يتبع استراتيجية أروب لنا أنت الحين الدوري راح عنك خلاص يا أخي ابدأ دخل الناس لكن العيبة بو مروان العيبة صغار يا أخوان لعيبة الشارجة أنا أنا عبدالله لماذا لا عنده أكمل لعبين يوني من نادي الشباب قبل الاستحواذ حذر للعبين هم اللي ساعدوني أخوان ثلاث أربع لعيبة عاملين فارق في شباب الأهلي دعنا نكون واقعيين لكن أنا ما عندي أنا ما خدت لعبين صحيح مثلا صار الاستحواذ أو دمج مع نادي الشعب لكن وين اللعبين اللي ما ما عندك لو عندك ثلاث لعيبة بقيمة بيلي أو بقيمة حسن إبراهيم أو بقيمة الحارس الاحتياطي أو بقيمة الفانور أين سيف سيف لا مصاب أعتقد لا لا نتكلم عن لاعب واحد أنا التدوير بسوي بو مروان يوم يكون عندي أربع شعب لعبين لكن أنا عندي هؤلاء اللاعبين صغار من غير باستثناء شاهين من أكبر لاعب في الملعب غير شاهين كل ملاعبين صغار ما يتجاوزون ستة وعشرين سبع وعشرين اثنين وعشرين سنة تجاو الحل ما في حل أنا هؤلاء اللاعبين اللي عندي موجودين الحل الآن في فريق الشارجة نفسه أنا اليوم فريق الشارجة المنظومة الدفاعية والخط الأمامي ما عندي حد ما عندي الممول إيغور في الإحصائية هو أكبر أكثر فريق كان أسس لفريق الشارجة راح إيغور الآن لازم يكون عندي حل أنا ما يأس أنا أرد نفس الشيء لكابتن عبداليز عمبري لازم يخلق فريق الآن من أول وديد تحس بعد أربع خسائر وربع بـ 12 لقطة ستصور أن الوضع مبصح بس بالنسبة للدوري يجب أن يدخل لا هناك أمل لا نحن يوم نتكلم عن الدوري لا هناك أمل قلت لك أنمبراليايا الجزيرة مع الوحدة شباب شباب يخسر بمستوى شباب الأهلي يقدر يرجع زين لقاءات الجماهير نرجع لكم نطلب الإدارة أن قوميز مونيبا مونيبا قوميز خلاص والله هاي رابع مبارا خسارة على التوالي وصراحة لعبتنا اللعبة وبس الدفاع تعبان والله تعبان لأن أسلوبنا الحين هجومي أكثر من دفاعي أنا أحث على اللعيب اللي عندنا أسلوبنا الأولي دفاع 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 عندك الحين كايو منديز كايو راجع إن شاء الله يعني تلعب على المرتدات أوكي بس تلعب هجوم أمرتدات لا تشيبت لازم تلعب وسط ما نعبنا نعبنا والله هم الخور نعبين أحسن عنه اليوم بس شكراف يا جماعة اليوم شكراف هو اليوم سيد الملعب شكراف هو اليوم انبدعت شكراف سيد الملعب اليوم لا الحكم شكراف اليوم سيد الملعب هدف هدف على على رواق العنبري خاص سجل قول يرجع دفاع خلاص عرفه التكتيك واللعيبة تحس متعالين في المباريات الصغيرة ما يشدون حينا مثل المباريات الباقية سجلوا قول ووقفوا على مندز مندز بروح يلعب مش فنيا يعني نفس اللعيبة الكبار مش ناسكايو تقريبا اللهم سلم استلم هو مندز لعب صراح أخر مباريتين بس نفس اللعب والله تشكيل العنبري ما قصر يصارخ وحتى التشكيل الصح لكن شو بتقول اللعيبة ما أدوا في الملعب هذا اللي حصل الله المستعان فريقنا ميت للأسف وانت يوم ريكاردو موجود معلش معلأسف فيه فنين المفرد فنين يتابعون هالأمور هاي انت تلعب عشر لعبين كل مبارياتك من أول مبارا بموجود ريكاردو مع الاحترام الجمهور أغلب تعليقات على اللاعبين انهم هم يعني تحملوا المشؤولية تقريبا طبعا نشوف الجمهور حاضرين في الملعب وشايفين وجد دامعينهم وشايفين أداء اللاعبين ويعني لما واحد من الجمهور واحد من الشباب الصغار يتكلم عن قوميز أعتقد أن الناس كلها تتكلم عن قوميز يعني وأن قوميز إنتاجيته ومردودة في الملعب من الشكل المطلوب وما سجل صار لك كذا مبارا ما سجل من مباراة النصر يمكن ما سجل غايب غياب تام لكن في نفس الوقت بمروان يعني اليوم النقلة اللي صارت في فريق خورفكان نقلة كبيرة صراحة والشكل اللي شفنا في خورفكان يمكن قال عبدالله هؤلاء اللاعبين اللاعبوا في مباراة عيمان في مباراة العين اللعبوا ما عاد دودو لكن لا تنساش أول مباراة يلعبون كلها مع بعض فيها اليوم رجعوا يعني يلعبون مع وجود دودو في الملعب الفريق شكل تغير صح أنه دخل عليه جول في أول ربع ساعة يمكن من الشوط الأول لكن الفريق ما كان سيء اتماسك يعني من الشوط الأول من الشوط الأول كان في مؤشرات أن الفريق قادر أن يسجل كان يوصل للغول يمكن نصص الثاني من الشوط الأول كان سيطرة واضحة لخور فكان واستمر في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول وما اكتفى يعني لو كان خور فكان الذي رأي في الدور الأول كان يدافع يحافظ يقوي نقطة صح ويعني هذه أقصب ما كان يمكن لا لكن استمر لكن استمر فراضقة وسجل بنفس الطريقة ومن لاعب بديل يعني من أول ما دخل مقيم مقيم نعم دخل وسجل ومن بعد الهدف ما قدر الشارج يشكل خطورة يقدر فيها يسجل هدف لماذا لأن فريق فريق كان متماسك ما كان فريق متباعد ما كان الخايف خايف ما كان بالعكس اكتسب ثقة كبيرة هذه المباراة أعتقد تغير مسار الخرفة كان في المستقبل يعني في المباراة القادمة لأن الفريق الذي قدر يوقف ويحول خسارته في أول ربع ساعة بهدف إلى فوز وعلى فريق مهما كانت ظروفه يبقى فريق كبير فريق الشارج وفي ملعب الشارج وفي الشارج وفي وفي ظروف أن مثل ما قلت اللاعبين جداد في خرفة كان أعتقد أن هذا الفريق قادر أن يلعب دور مؤثر أمام الفرق الثانية صحيح أمام الفرق الثانية وطبعا نهني أخونا خليل على حسن اختيارة لللاعبين المناسبين التي رأينا في المباراة هذه الأفضل بالنسبة لخرفة وخليفة غير مسألة أنه أتم في الدوري أو معتب بناء مؤسسة كروية ناجحة مستدامة النجاح ليس بموسمية أو سنوية هذا موضوع مهم هذا موضوع آخر لكن لدينا مدى في تغير صحيح على المدى الغصير في تغير لدينا مدى قصير لأن الفريق يريد يثبت في دور المحتاج 100% وهذا مكسب إذا بقى نقول لكم مباراة 100% فاصلة سواليا في المباريات القادمة لكل الفرق هذه مباراة حتى مباراة فاصلة فاصلة لكن كل المباريات للفرق الثلاث التي في المرحلة القادمة كلها مباريات مهمة لكن شكل من بين الفرق الثلاث في هذا الأسبوع أفضل الفرق الثلاث الذي كان ظهورا ونتيجة 100% دعونا نذهب على إيغور إيغور تغريدة ويدعم فيها قوميز ويقول لك نفسر كلامه من السهل أنك تنتقد شخص يعني هو يبدل كل مجهود يعني في عطاء أو في مجهود في مردودة في عمل هذا إيغور يعني يحفز قوميز ويدعم موقفه أن قوميز لا يتحمل المسؤولية أو أن قوميز يعني ما الذي يجعله يطلع تغريدة يبدو الاحتجاجات الآن الأصوات بدأت ترتفع معناته معناته ليس فقط نحن أن الجمهور يكل الجمهور لا هو رأس حربة يجب أن يسجل ما الذي يجعل إيغور يطلع هذه التغريدة لماذا لم تطلع التغريدة عن الفريق لا لماذا لم تطلع التغريدة عن شاهين عودة شاهين لماذا لم تطلع التغريدة عن شكروف هو قاعد يدعم لأن هذا مستوان معناه هل نرى هل يقوم إيغور يرجع ويوم يرجع الأحساب من يكون هذا الموضوع عند إدارة إدارة الفريق لا هو يدعم شركة وعند مدرب لا هو يدعم في التغريدة يدعم قوميز نعم هل لا يعود وإذا عاد هو يدعم اليوم قوميز يعني معناه هل أحساب غير يا جماعة بس أصوات الآن تعالت أن قوميز لا يستخدم الفريق بس أصوات بالنسبة التي تتكلمون عن قوميز هل فريق الشارج قوميز هو الوحيد السيء أو هو رأس حربة يا جماعة المجموعة كلها أنا كراس حربة أنا مبرو ما تخدم مبرو أنزل أيب الكورة وصلح النفسي وإيب هداف منها هذا الفريق كامل هل قوميز هو سبب والله القول الأول وقول الثاني الدفاع هل قوميز هو نسل عن دفاع أنا أتكلم عنه بس بعد مسؤول يوم أنا وسطت الكورة وما تسجل صح أنا معارف عبدالله لا تي كور كم كور ما عرف عطني عطني الأغطاء في كور وعبدالله قوميز أصل معارة خلها الامبارة الامبارة التي قبلها والتي قبلها والتي قبلها والتي قلبها تبقى تقنعني أن فريق الشهرجة لا يستطيع أن يصل لخطة 18 ربو ثاني لا يوصلوا لكور لا 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 يوصلوا لكور ما يوصل ما معنى الباقيين يسجلون يعني توصل حق الباقيين ما توصل حق قوميز يعني شكره في سجل قصدك ما يسجل الفرق شكره في تسديد يا جماعة في فرق بين واحد سجلان أنا خطة 18 أنا لاعب رأس حربة 14 ربعة أنت بقتلع بقوميز 14 ربعة لكن من هو البلايميكر من هو اللعب يقوميز يعني إذا بلايميكر لا موجود أنا لا أعلم لا صانع اللعب من صانع اللعب في شباب الاهلي من صانع اللعب في شباب الاهلي عشان أحمد خليلي سجل أكثر عن صانع اللعب في شباب الاهلي أقول صانع اللعب ضهيري سار انتهى الكلام لقد تترغبه عندنا كلام وايد إن شاء الله الحلقة لها خلاص على فكرة المباراة بين بطلين كانت اليوم بين بطل دوري وهو ودوري المحترفين شكرا لك سام وثاني شكرا شكرا جزيلا ساعة ونص مع جمهورنا الحبيب واختام الجولة شكرا لكم على المتابعة وغدا إن شاء الله لنا موعد جديد في نفس التوقيف إن شاء الله توقيف ملاعبنا المعتاد ساعة تسعة ونص وإن شاء الله معكم في الجولة القادمة اللي راح تبدأ يوم السبت وتنتهي الأحد إلى ذلك الحين لكم أطيب لمنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر